في فترة الماضية الناس تتحدث عن ناقص في تشكيلة نادي الزمالك تحديدا بصراحة يعني في خط رجوم المهاجم الصريح فيه ناس برو تتحدث عن جناح ان الزمالك محتاجه انا اتحدث هنا بقى مع مدرب فريق الشباب وليس المدرب في الجهاز المعاون لفريرة مدرب فريق الشباب الزمالك اللي فاتت فجئنا انه عنده شباب رائعين يوسف اسامة لما طلع سيد عبدالله لما طلع حساب عبدالمجيد عبدالله لما طلع كل اللاعبين الشباب قدموا مستوى رائع جدا وكانوا أعمدة أساسية في فوز الزمالك بالدوري الموسم الماضي ليش كطاع الشباب في نادي الزمالك او كطاع النشئين في نادي الزمالك مايمدش كمان بين عناصر اللي لسه فيها مشاكل في تشكيلة نادي الزمالك أو في قوام نادي الزمالك طبعا هو قرر ده ببقى رجل مجرد فني هو شاف اللاعب اوقف على مستوىهم كلهم لكن تدعيم الفريق بصفقات عندها خبرات طبعا المفروض انت بتجيب لعيبة من الدور الممتاز دي عندها خبرات أكبر النهار ده اللعيبة اللي عندي مثلا فيه ثلاثة هم من أفضل فرق فعلا في النادي كقطاع وفي نفس الوقت في مصر مش بدون مبلغة معايا ممكن ست سبع لعيبة كمان منتخب مصر اللي ان شاء الله في البطولة اللي جايها مستوى له منتخب لكن الفرص بتاعتهم قلالة للعبة لاني فوق فيه لعيبة كتير في المراكز بتاعتهم عندنا في نصف ملعب لعيبة كتير انا عندي لعيبة نصف ملعب كويسة ممكن السنة الفات تلعب سواء طاري علاء أو مجد هاني لما شاركوا مع الفريق عندي في الخطوط الهومية ناس لسه ما عندهاش طبعا المقدرة ان هي تلعب على الناس اللي موجودة فوق فهو هنا بتبقى محتاج الوقت بس عشان يشاركوا وانت لو الظروف بتساعدك في النتائج زي ما حصل السنة الفاتت نقدر نحن ندي الناس والسنة الفاتت كان فيه ظروف ان انت غزبا عنك لازم تخلي الناس تشارك لكن السنة دي قطة فتح فاجبنا عناصر جديدة واجبنا صفابات جديدة هي اللي هي اللي هتاخد فرصة تلعب لو الزمالك لم يوفق في ضم مهاجم جديد في يناير احنا محتاجين مهاجم بدون شك محتاجين مهاجم على مستوى نادي الزمالك نادي كبير محتاج مهاجم على مستوى عندنا عندنا مشكلة في الناحة التهديفية فعلا بينا واضحة جدا ده ما يقابش طبعا من العيبة اللي موجودة كلهم على مستوى عالي وكلام ده كله لكن في ناس لسه زي سامسون لما جيه ونداي وكلام ده فيه إصابات فيه لسه ناس زي ما قلت بتاخد وقت عشان تدخل مع الفريق بشكل فانت معندكش وقت تستنى انت بتلعب دايما على منافسة محتاج تلعب النهاردة الشهر الجاي عندك بطولة إفريقيا هتلعب تلعب تراجي وهتلعب شباب بلسداد وهتلعب المريخ السوداني فمعندكش وقت ان انت تجرب ناشئين معندكش وقت ان انت إصابات دي كلها عندنا فترة جاد فيها 13 لها بمساطق